المسئولية هو أن الإنسان يكون عنده ضمير بيدفعه أن يعمل الأشياء الصحيحة في الأوقات المناسبة لها بجودة عالية بدون أدنى ضغط عليه من أحد فالمسئولية في الحقيقة ما لهاش دعوة بكثرة المهام والمسئولية بتحسس الإنسان بالمدد ولذلك الإنسان المسئول ده ممدود من الله سبحانه وتعالى فالمسئول معان مهما تنوعت المسئوليات اللي عليه ولو تنوعت المسئوليات بيعمل لكل ألوان بتفتح له أبواب من اللزة والحلاوة مع كل مسئولية وكل مهمة بتحملها إذن المسئوليات مدد من الله اسألوا الناس اللي هم بيحبوا شغلهم أو بيحبوا عملهم إزاي يقولك قلبه على الشغل قلبه على الشغل تعبير رائع إيه حكاية قلبه على الشغل ده قلبه على الشغل هو بيحس إن فيه مسئولية باطنة جاية من ضميره بتحسسه إن الشغل ده تكأنه ابنه إن الشغل ده كأنه حبيبه إن الشغل بيغير على الشغل الشخص ده مسئول الشخص اللي هو حاسس إن أولاده لازم يبقوا أحسن منه ده شخص مسؤول المسؤولية أن الشخص ببساطة يكون فيه مجموعة من الصفات أول صفة أنه هو يكون منتظم لما ينضبط تحس أن أنت عندك اتزان يبقى أول حاجة في المسؤولية أن الإنسان يكون منضبط وتحس أن حياتك ساعتها لما تكون منضبط تحس أن حياتك ليها معنا الأمر التاني أن العنصر التاني بيكون المسؤولية الصدق أن الشخص المسؤول صادق ما فيش مسؤول حقيقي ويكون كاذب أبداً ده مش مسؤول له ما فيش واحد بيبقى مسؤول ويكذب مش معقولة كن أنا مسؤول عن أولادي وأجي أعمل إيه أخضر بهم أو أخنهم وأنا مسؤول عنهم ما بيبقاش ساعتها الإنسان مسؤول يبقى الصدق بيخليك تحس أنك بني آدم مش بتكذب على الناس فتحس أن أنت وحش أو تعلب بيتلاعب بالناس وياكل وينهش في لحمهم من ظهرهم ده مش مسؤول ده تالت حاجة أن المسؤول عنده إحساس بالالتزام يبقى هو منتظم صادق عنده إحساس بالالتزام عنده إحساس داخلي بيخليه هو ملتزم يصحى بدري بيدافع وجداني من عنده ليه؟ لأنه حاسس أنه واجب عليه أنه يعمل كده طب إذا قال بيوفي وينفذ ليه؟ عشان هو مسؤول وإذا عمل حاجة يحاول يحققها قدر مستطاع في وقتها المناسب رابع صفة إن الشخص اللي عنده قيمة المسؤولية قيمة مهمة عنده بيرائب الإحسان والجودة في كل حاجة بيعمله إن الله يحب إذا عمل لأحدكم عملاً أن يتقنه الأربع حاجات دول هموا اللي بيخلوا الشخص مسؤول أول حاجة لما يكون منتظم تاني حاجة لما يكون الشخص ده صادق تالت حاجة لما يكون هو ملتزم رابع حاجة لما يكون الشخص ده دايماً بيرائب الإحسان والجودة الإحسان والجودة إنه يطلع الحاجة في أفضل صورة موجودة ده الشخص المسؤول ونشوف أولادنا كده نقولك لا ابني ده عنده إحساس بالمسؤولية يعني إيه؟ يعني الحمد لله ما بيكروتش في مذاكرته